أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي جويتا تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقال الجيش لهما واتهامهما بمحاولة تخريب المرحلة الانتقالية من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون إيفلت غيون أنا باريس طلبت عقد اجتماع طار لمجلس الأمن الدولي بعد الانقلاب في مالي مالي تعود إلى المربع الأول وتدخل من جديد في دوامة انقلاب وتمرد حيث تعيش البلاد على وقع ثاني انقلاب عسكري في أقل من سنة ليصبح رئيس الانتقالي ورئيس وزرائه ووزير دفاعه حبيسي ثكنة عسكرية وتحت رحمة قادة عسكريين تطورات جاءت عقب أزمة سياسية صامتة تلت تعديلا وزاريا شهدته الحكومة الانتقالية التعديل استبعد بعض الجنرالات النفيذين في المجلس العسكري ليقتاد بعد ذلك الجنود الرئيس الانتقالية ورئيس الوزراء إلى معسكري كاتي قرب باماكو فيما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف الحكومة الجديدة لكن الخطوة أضحت انقلابا مكتمن الأركان لتسجل البلاد خامس انقلاب عسكري في تاريخها المعاصر مالي التي ترزح تحت اضطرابات أمنية وتمرد في شمالها يقوده الطوارق منذ تسعينيات القرن الماضي تحولت إلى بؤرة للجماعات الإرهابية والجريم المنظمة بكل أنواعها فيما تضاف إلى القائمة صراعات بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين لبسط نفوذهما على الأرض منطقة يسعى المجتمع الدولي حثيثا إلى ضبط حدودها منذ سنوات وذلك من خلال انخراط دول السحل الإفريقي وفرنسا وعدد من حلفائها في الحرب ضد الإرهاب والتمرد هناك غير أن هذه الجهود لم تؤتي أكلها بعد فبعد أكثر من ثماني سنوات على تدخل باريس في مالي لصد تقدم المتمردين والجماعات المسلحة ها هي البلاد تغرق في مستنقع عدم الاستقرار الأمني والسياسي إذ ثمت من يرى أن المشكلة يتعلق أساسا بطريقة معالجة الأزمات هناك التي ترتكز على المقاربة العسكرية وتتجاهل الطرح التنموي الاجتماعي لأصل التوترات تخمة من الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية تكاد تقضي على مؤسسات الدولة المالية وتطيح بأمنها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وللحدث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الخبير في شؤون الأمنية أحمد بيزاب ومن واكشوت الخبير في شؤون دول ساحل الشيخة والمحمد حرم أهلاً لكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد أحمد منزاب ربما جزائر كانت من دول الجوار لسارعات لإبداع عن رأيها وإدانة تغيير الحكومة بالقوة كما وصفته بشكل كبير برأيك ما الذي تخشاه وما الذي يثير قلق الجزائر من هذه التطورات حالياً شكراً وفي الحقيقة ربما حينما نقرأ المشهد المالي ونقوم بعملية إسقاط لطبيعة الأوضاع الموجودة في المنطقة ندرك جيداً بأن المنطقة تعيش حالة منها اللا استقرار وحالة كذلك من تعقد المشهد سواء كان على المستوى الأمني وحتى كذلك على الصعيد السياسي لأنه علينا أن نربط مجموعة الأحداث ببعضها البعض المنطقة خلال شهر ونصف عرفت مجموعة من المتغيرات التي تقدم لنا مؤشرات مقلقة سواء كان عملية الإنقلاب التي عرفتها مالي في أوت الماضي وتلتها هذه العملية بالإضافة كذلك إلى مسلسل اختيالات الشخصيات الوازنة والتي كان لها دور في سياغة اتفاق السلم والمصالحة لنهيك كذلك على محاولة الإنقلاب الفشل ولكن الجزائر استطاعت تعاطي مع تبعات الإنقلاب السابق في أغسطس 2020 تعاطي مع السلطة الانتقالية وحتى الساعات فقط قبل المحاولة هذه الأخيرة الجزائر كان وزير خارجية يشيد بمسار الانتقالي في مالي بالتالي هل يمكن أن تتعايش الجزائر أيضا هذه المرة مع تبعات الإنقلاب الحالي؟ شوف أولا علينا أن نأخذ مسألتين أساسيتين في فهم هذا الموقف المسألة الأولى ما حدث في شهر أوت الماضي كان فيه مرافقة شعبية أو مباركة شعبية فبالتالي يعطيك واقع أن هناك إجماع على تغيير واقع موجود وهذا ربما ما دفع سواء كان الاتحاد الإفريقي أو كذلك الجزائر بأن تسير تلك المرحلة ونحن ندرك جيدا بأنه من بين المواد التي ينص عليها مثال الاتحاد الإفريقي بأنه أي دولة تخضع لحالة انقلاب يتم تجميد عضويتها لكن حينما يكون الواقع مغاير فاعتقد بأن قراءة الوضع تكون كذلك مغيرا من ناحية ثانية كذلك الجزائر تدرك جيدا الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لاستقرار دولة مالي مثل ما هو استقرار دول الجوار باعتبارهم أنهم الحزام الأمني الخلفي للجزائر وندرك جيدا بأن هناك محاولة لتفجير المنطقة سواء كان من خلال تحريك ورقة عودة نشط الجماعات الإرهابية أو من خلال كذلك خلط الأوراق السياسية في دول المنطقة وهي دول هشة من ناحية الاستقرار السياسي أو من حيث كذلك خلط الأوراق من الناحية الاقتصادية طيب سأعود لي المسألة وربما هذه المساعي وربما تنقلت وراءها لو سمحت لي أحمد ميزاب ضيفنا من الجزائر ولكن نعني هنا أتحول إلى أستاذ شيخ والمحمد حرمة من واكشوت لنرصد الموقف الموريتاني كيف يمكن أن نقرأه خاصة أنه إلى غاية الآن لم يكن حسب ما أعرف على الأقل موقف رسمي من موريتانيا علما أنه رئيس أركانها كان في وسط هذه الدوامة واليوم رغم كل التوترات السياسية شارك في اجتماعات بباماكو لدول الساحل فعلا قائد الأركان العام للجيوش الموريتانية موجود اليوم في باماكو منذ أمس وهو وقادة الجيوش دول الساحل في اجتماع عادي دوري ولكن طبعا أصر هؤلاء القادة على أن يعقدوا اجتماعهم اليوم دون أن يتأثر بالأحداث لا نعلم إن كان جدوى الأعمال الاجتماع قد أثر بما يجري في باماكو ولكن ما هو معلن حتى الآن أنه لم يتأثر الموقف الموريتاني حتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي من طرف الحكومة الموريتانية حيال ما جرى في باماكو ولكن أعتقد أن موقف الموريتاني يدخل في سياق الموقف العام الذي أعلن من طرف لجنة المتابعة الدولية وهي لجنة تضم الاتحاد الأفريقي مجموعة دول الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وعدد كبير من الدول والولايات المتحدة طبعا هذه اللجنة أعلنت منذ البداية أنها ترفض ما جرع في باماكو وأنها ترفض أيضا استقال القسرية لرئيس الانتقالي أو وزيره الأول وأنها تعتبر ما يجري أنه منحرافا خطيرا مخلقا على مستقبل الدولة ومؤسساتها في مالي طبعا بالنسبة لموريتانيا لم تصدر موقفا منفردا ولكن أعتقد شخصيا أنها مندرجة أو مسايرة لهذا الموقف الدولي الذي عبرت عنه المنظومة الدولية في إطار لجنة المتابعة هناك حساسيات بالنسبة لموريتانيا خاصة في التعاون العسكري على مستوى الجيوش الدول الخمس في الحرب على الإرهاب طبعا بكل تأكيد ولكن الأهم في وضعية موريتانيا الآن أن المشروع مجموعة دول الساحل أصبح مشروعا مهتزم إذا نظرنا إلى الوضعية العامة لأغلب الدول طبعا باستثناء موريتانيا مالي وضعيتها هذه النيجر مرت قبل أشهر قليلة من فترة التناوب ديمقراطي على السلطة ولكن هذا التناوب كان فيه شيء من العنف والحدة والهجمات الإرهابية ما تزال مستمرة في هذا البلد تشاد قتل رئيسه والآن الحكم بيد الجيش رغم وجود التمرد وحالة التململ الداخلي بوركينا فاسو أيضا تعيش على واقع الهجمات اليومية الدامية وهناك عيز من طرف الجيش لمواجهة هذه الهجمات إذن الوضع بشكل عام في منطق الدول الساحل يهدد مشروع هذا التجمع الإقليمي لمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة وضعية موريتانيا وضعية صعبة أصلا كانت تستند في موقفها على وجود دولة التشاد كدولة ذات جيش قوي ينخرط بشكل فعال في الحرب على هذه الجماعات في العديد من الجبهات في المنطقة الآن موريتانيا تجد نفسها وحيدة هي الوحيدة وبالتالي هذا يشكل عليها خطر أن تكون كل هذه البؤر ساخنة هذا يحول محيط المنطقة إلى منطقة ملتهبة جدا وهذا يشكل تهديد حقيقي لموريتانيا وأغلب دول المنطقة وبالتالي الموقف الموريتاني يمتاز بنوع من الحساسية هل يمكن لموريتانيا أن تلعب دور في تسوية الأزمة المالية؟ متوقع جدا أن تلعب دور نتيجة العديد من العلاقات والتداخل سأعود معك سمحت لسات الشيخة في مسألة دور دول الجوار ربما في هذه الأزمة إلى حد ما والمتوقع من هذه الدول ولكن قبل ذلك دعني أتحول إلى ضيفي من الجزائر أسد ميزاب برأيك صورة حاليا هل تهدد مصالح الجزائر وربما حتى مقاربتها لمالي خاصة أنه ليس فقط مالي كما أشار ضيفنا ولكن هناك نوع من الهشاشة السياسية والاستقرار السياسي في دول جوار الجزائر حاليا قبلها كان مالي نفسها العام الماضي بعد ذلك تشاد الآن مالي مرة أخرى وجود الجنرال جويتا على سبيل المثال هل يهدد مصالح الجزائر؟ أعتقد بأن المسألة ليست في هذا السياح وإن كان أنا منذ البداية قد ركست على أن المنطقة تعرف وضع هش وتعرف كذلك حالة من لا استقرار وحاولت أن أستعرض مشهد دول المنطقة أو الحزام الأمني للجزائر بمعنى أن المحصلة هناك من يحرك ورقة الأزمات في المنطقة في إطار صراع في إطار تنافس وفي إطار كذلك إعادة ضبط الواقع في المنطقة وفقا لمصالح القوى التي تستفيد من نفوذها في هذه المنطقة شوف خاليني أقول أولا لا يمكن لنا أن نقول بأن الأحداث بريئة ما يحدث في المنطقة في حالة اهتزاز مفاجئ في توقيت تقريبا يعني واحد في فطرة أقل من شهر ونصف اختيار رئيس تشاد محاولة انقلاب في دولة النيجر والأحداث التي نحن أمامها اليوم في مالي وسبق اختيار شخصيات نفذة كان لها دور في اتفاق السلم في مالي بالتالي هناك محاولة لإسقاط معادلة الاستقرار النسبية في المنطقة وفتح المجال لعودة النشاط الإرهابي بالغاية الآن لم تجبني على السؤال من المستفيد إذا كانت هناك بصمات خارجية إذا كنت تشير ربما إلى الغرب أو إلى فرنسا هي أكبر متضرر كونها في هذه الدول هي التي أنشأت هذه المجموعة هي التي تبحث عن مخرج لانسحاب من المنطقة شيئا فشيئا وبالتالي تحميل مسؤولية أكبر لجيوش ودول وحكومات هذه المنطقة ودول الساحة الخمس بالعكس استقرار المنطقة هو يساوي بأن هذه الدول هي المتضرر الأكبر عدم استقرار المنطقة هو يساوي بأن هذه الدول تستطيع أن تستفيد من حالة الفراغ ومن حالة الاستقراره بدليل أن هناك مسائح حثيثة في إطار تفعيل عملية أسكرية بعنوان جي خمسة مجموعات ساحل وهناك عمل كبير في إطار حجد الموارد وحجد كذلك القدرات يبقى أن هناك تداخل في الحسابات ما بين مجموعة من الدول المتنافسة على هذه المنطقة واستعراض الواقع وطبيعة التحولات الحاصلة وطبيعة كذلك المؤشرات الموجودة ميدانيا هي التي تعطي هذه القراءة لا يمكن لنا أن نحلل المشهد في منطقة الساحل الإفريقي أو حتى كذلك تطورات المشهد سواء كان في مالي أو في تشات أو حتى في النيجر دونما أن نتحدث على الفاعل المتعلق بالجانب الفرنسي باعتبار أنها لها ارتباطات لها مصالح حيوية لها وزود عسكري ولها كذلك مجموعة من الحسابات وندرك جيدا بأنه في الفترة الأخيرة كانت هناك مصالح هددت للطرف الفرنسي وندرك جيدا بأن فرنسا تعتبر هذه المنطقة عمق استراتيجي حيوي لا يمكن التنازل عليه ولا ننسى كذلك أن التحولات الأخيرة التي عرفتها هذه الدول كانت نتاج تحركات شعبية رفضت الحضور الفرنسي والوجود الفرنسي وسأعود إليك لاحقا ربما للتعليق على هذه النقطة الموقف الفرنسي يعتبر الأشد والأكثر صرامة إشارة الدعوة إلى مجلس الأمن تنديد بالانقلاب على أنقلاب تهديد بفرض إجراءات عقابية وعقوبات وإن لم يتم تحديدها على الأقل هذا ما نستقرأه في الموقف الفرنسي بشكل علني ولكن هنا أريد أن أتحول إليك أستاذ شيخ برأيك هل هناك بصمات خارجية في هذه التطورات يراد للمنطقة أن تكون مهتزة سياسيا وأمنيا لأغراض ما خاصة أنه في 2020 كان هناك إعلام غربي يشير إلى تورط ربما الروسيا والكريملين باعتبار أن عدد من قادة الإنقلاب حينها كانوا تلقوا تدريبات عسكرية في روسيا الآن الزعيم الأبرز جويتا يعني شارك مع قوة خاصة أمريكية تلقى تدريبات عسكرية في فرنسا في ألمانيا هل هناك أي مؤشرات أي ربط هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ الشيخ نعم أستاذ الشيخ يبدو أننا فقدنا صوت من المصدر مع ضيفنا من موريتانيا عموما سأحاول العودة إليه لكن في هذه النقطة عن الموقف الفرنسي أساد أحمد ميزاب ألا يعتبر هذا دلالة على خلط الأوراق بالنسبة لفرنسا شوف المسألة ليست مسألة خلط الأوراق وإنما فرنسا تلعب اللعبة في إطار العبث بالأوراق في المنطقة في إطار إعادة ترتيبها وفقا لما يخدم مصالحها ووفقا كذلك لما يخدم حضورها ووجودها في المنطقة لا ننسى بأن في الأشهر الأخيرة هناك مجموعة من المظاهرات التي خرجت في مالي تطالب برحيل القوات الفرنسية وبكذلك عدم التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لدولة مالي وهذا في حد ذاته هو يعتبر سابق أولا ويعتبر بالدرجة الثانية كذلك تهديد صريح لمصالح الجنب الفرنسي لا ننسى كذلك الصراع الذي كان على ليبيا من قبل مجموعة من الدول وكانت فرنسا أحد كذلك الفوعل في هذا الصراع ولكن في نهاية المطاف وجدت نفسها نوعا ما خارج إطار هذه اللعبة من حيث المكاسب ومن حيث كذلك الحسابات وبالتالي أن البدائل المتاحة اليوم هو أن تكون المنطقة تحت وطأة أزمات شديدة وهذه الأزمات تفتح الباب دعني هنا أصد تعليق صد الشيخ من موريتانيا هل تتفق مع هذه النقطة أو هذه الجزئية؟ كان أبدا الحديث عن ما يجري في منطقة الساحل بشكل العام وفي مالي تحديدا دون الإشارة إلى وجود دور خارجي خاصة لفرنسا أو لقوى أخرى مثل الولايات المتحدة الروسيا والصين في إطار الصراع على المصالح مصالح هذه القوى نحن نعلم أن هذه المنطقة زاخرة بالثروات وأنها منطقة مهمة بالنسبة لهذه القوى العالمية ولكن أيضا لا يمكن أن نتجاهل الدور المحلي خاصة ما يتعلق بدولة مالي دولة مالي دولة هشة سياسيا الجيش فيها منهك وهو جيش عاني من اختلالات بنيوية كبيرة وما حدث هذه المرة مثلا عندما نعلم أن الانقلاب الذي جرى أغسطس العام الماضي طبعا جاء نتيجة لمطالب شعبية ولكن ما حدث هذه المرة لم يكن له تفسير رغم أنه كانت هناك مؤشرات بمعنى أن الرئيس الانتقالي تم اختياره من طرف قادة الانقلاب الرئيس الوزراء الذي شكل الحكومة تم اختياره بالتشاور مع قادة الانقلاب وبالتالي لم يكن أحد ماذا طرأ على العلاقة ما بين الطرفين وبالتالي كانت هناك بعض المؤشرات عندما نعلم أن النقابات العمالية بعض التجمعات الشعبية والحركات الناشطة في المجال السياسي والحقوقي كانت تدعو إلى إصيان مدني خلال الأيام الماضية بل إن أصوات في باماكو تحدثت عن ضرورة تصحيح العملية الانتقالية ولكن ما استقيته اليوم عندما تحدثت مع الكثير من الماليين بعضهم سياسيين وبعضهم حقوقيين وناشطين يقولون أن عملية التصحيح التي كانوا يطالب بها لم يكنوا يتوقعون أن تكون بهذا المستوى من العنف وبالتالي الماليين صدموا بمستوى قوة عملية التصحيح كانوا يتوقعون أن يتم تصحيح العملية الانتقالية في إطار المؤسسات في إطار حوار معين لأنه مرة تسعة أشهر من هذه العملية الانتقالية دون أن يحدث شيء على الأرض بمعنى أن لا قادة الجيش انشغلوا في إصلاح مؤسسة العسكرية ولا حتى الحكومة المعلية بالخدمات اشتغلت على تصحيح أوضاع الموظفين وتحسين ظروفهم ولا محاربة البطالة وبالتالي كانت هناك مشاكل بنية ولم تحل الجميع انشغلوا بالمعاركة السياسية التي تعاني من اختلالات حقيقية في دولة مالي وبالتالي المشكلة الحقيقية لا يمكن لا يمكن اقتصار الوضع على الدور الخارجي هناك أزمة داخلية عميقة في دولة مالي ذات طابع اجتماعي ذات طابع سياسي ذات طابع اقتصادي وذات طابع طبعا أمني وعسكري وهذه الأزمة يجمع الماليون على أن حلها الوحيد هو الحوار وهو الابتعاد عن الإجندات الخارجية وطبعا هذا الحوار مرهون بوجود زعامات حقيقية سياسية أزمة هذا البلد هو غياب الزعامات السياسية الحقيقية خاصة أن أغلبها إما تقاعد وإما توفي في موجة كورونا الأخيرة أستاذ ميزاب برأيك بالنسبة أعود هنا لنقطة وجزئية دور المنتظر من دول الجوار من جزائر على سبيل المثال اللي كان لها دور في اتفاق السلم والمصالحة على مسار الجزائر كما يعرف إن كان شهد نوع من التباطؤ لكن في الفترة الأخيرة والسنة الماضية تم تسريعه وإحياءه إن صح القول الآن أي مصير له خاصة وأنه في شهر مارس الماضي كان هناك الرئيس المحتجز حاليا المالي كان في زيارة إلى الجزائر وحينها الرئيس الجزائري قال بأن الجزائر تملك حوالي 90% من حلول في مالي ما الذي يمكن أن تطرحه الآن؟ أعتقد أنه تاريخيا في عديد الأزمات التي عرفتها دولة مالي كان دائما الحل يأتي من الجزائر أو تساهم فيه الجزائر أولا باعتبار حكم الجوار وباعتبار كذلك الدور المركزي الذي يمكن للجزائر أن تلعبه وهذا باعتراف الجميع حتى بالنسبة لاتفاق الجزائر المتعلق باتفاق السلم والمصالحة هناك إجماع أولا دولي حول مزدقية هذا الاتفاق وحول كذلك أهمية هذا الاتفاق وحول كذلك ما لهذا الاتفاق من إمكانية من أن يساهم في إخراج مالي من دائرة الأزمة أو دائرة كذلك أتصره إلى دائرة محاولة بناء الدولة وهنا إجابة حتى كذلك على الجزائر التي طرحها ضيفك الكريم وهي المتعلقة بالأزمات البنيوية التي تعرفها دولة مالي من ناحية ثانية كذلك كل الأطراف في مالي إلى غاية اللحظة لازالها تقر بأهمية اتفاق السلم المصالحة وضرورة كذلك التنفيذ هذا الاتفاق والالتفاف حول هذا الاتفاق لأن هذا الاتفاق أولا لم تصغه الجزائر ولم تضحه الجزائر وإنما ساغه الماليون في حداتهم في إطار حوار جمع كل الأطراف المالية ويتفق حوله كل كذلك الأطراف المالية وعلى هذا الأساس أنا في اعتقادي بأن هذا الاتفاق هو يشكل أرضية يمكن أن يلتف حولها الماليون في إطار تسوية إشكلاتهم وفي إطار تسوية كذلك أزماتهم المتعابدة الطباط الذي عرفه تنفيذ هذا الاتفاق في سنوات الماضية هو نتاج طماط لبعض الأطراف الدولية في تنفيذ التزامات المانوطة المانوطة لكن هناك كذلك من جهة أخرى التزام من قبل الجزائر في ضاروة التسريع في وطير التنفيذ هذا الاتفاق لأنه ندرك جيدا بأنه كل مكان هناك طباطة كل مكان هناك مساحات في اختلال الوضع السياسي والاجتماعي وحتى كذلك الأمن في مالي وندرك جيدا حساسية هذا الوضع وطموح كذلك الشعب المالي ومحاولات كذلك تحويل مصار مالي من التوجه نحو التسوية إلى مصار الدخول في أهزمات المعقدة وعلى هذا الأساس أنا في اعتقادي بأنه يمكن لدول الجوار مجتمعة أن تشتغل وأن تعمل في إطار هذه الأرضية للمساهمة في تسوية هذه الأزمة وفي حال أنه كذلك هذا الوضع السياسي المتأزم يدركني إلى حد ما أريد أن أسأل سيد شيخ عن الدور المرتقب من موريطانيا بأي شكل من الأشكال الخاصة وأنك سبق وأشرت ربما لهذه النقطة لنستوضح فيها بشكل أكبر خاصة أنه في أغسطس من العام الماضي كان هناك دور أكبر لمجموعة إكواس لقادة الضغوط الإقليمية والدولية إلى حد ما والحوار مع المؤسسة العسكرية كل ما تم التوصل إليه لا تراجع عن الإنقلاب أو السلطة الانتقالية ولكن فقط الإفراج عن الرئيس الأسبق الآن أبو بكر كيتا هل بالنهاية المؤسسة العسكرية في ظل الحرب على الإرهاب ستفرض نفسها ودورها وبالتالي حتى الضغوط الدولية أو دول الجوار بما فيها موريطانيا جزائر إكواس لن تنفع شيئا أنا أعتقد أن الدور الموريطاني أو حتى الدور الجزائري مرهون بالتفاهمات الدولية لأن حتى الآن هذا الملف ما يزال على طاولة مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وهذه المجموعة هي المكلفة بمعالجة الملف أعتقد أن إذا عجزت إكواس عن معالجة الملف سيرفع إلى الاتحاد الإفريقي هذا التواقعي ولكن في حالة عجزة الآليات الإقليمية والقارية يبدأ العودة إلى الأدوات القديمة والأدوات القديمة أعتقد أنها لدى الجزائر لدى موريطانيا يمكن أن تقدم فيها أشياء مهمة لتسوية أو لفتح حوار أو مخرج جديد للأزمة في مالي أعتقد أن الأزمة لا يمكن أن تحل باتفاق الجزائر وهو اتفاق مهم ولكنه كان اتفاقا من أجل المصالحة ما بين الشمال والجنوب نحن الآن نعيش أزمة في عمق مالي في دولة باماكو في الرأس في السلطة في مركز السلطة من يأخذ القرار هناك جهات تتنازع صناعة القرار في مالي الجيش الممسك بالقوة ولكنه لا يتمتع بشعبية كبيرة الطبقة السياسية المترحلة جدا والمغضوب عليها من طرف الشارع هذا الفراغ الحقيقي أصفر عن وجود قوى صاعدة ربما لا يرغب الجميع أن تتسلم الحكم في مالي قوى دينية هناك من يتهمها بأنها متطرفة تحظى بقوة شعبية كبيرة ولديها كلمتها السياسية ولكنها في نفس الوقت لم تعرف لها أدوار سياسية سابقة في مالي وبالتالي وجودها أو تحكم هذا القرار ليفتح سيناريوهات جديدة الدور الموريتاني أعتقد أنه مرهون أولا بالتفاهم الإقليمي هل سيفتح لها الباب مثلا أنا أعتقد أنه إذا كانت موريتانيا تريد أن تلعب دور في تسوية الأزمة هذا يجب أن يتم عن طريق مجموعة دول الساحل الخمس وهذه المجموعة سبق وقلت أنها تعاني من مشاكل كبيرة جدا وبالتالي أنا أعتقد أنه في حالة إذا تمت فتح الباب أمام التسوية هذا سيكون عن طريق مجموعة الإكواس شكرا حتى الآن يبدو أن فرنسا دخلت بقوة على الخط أعتقد أن الدور الفرنسي سيكون حاسم في الملف خاصة أنها لوحت بعقوبات ولكن فرنسا محرجة لأن موقف في تشاد يختلف عن موقف في مالي وبالتالي هي متهمة بازدواجية المعايير في التعامل مع الملفين المتشابهين كثيرا نعم إذن شكرا جزيلا لكم الضيفية الكريمين من نواكشوت الخبير في شؤون دول الساحل شيخ والمحمد حرمى ومن الجزائر الخبير في الشؤون الأمنية أحمد منزا شكرا جزيلا